شاهدين دلوقتي مجز أهم وآخر الأنباء مع منا تفضل يا منا شكرا ليكي باسانت أتامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريليش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون المشترك وستطلع آليات دفعها إلى أفاق أرحب بشتى المجالات كما تمنا الرئيس السيسي خلال محادثاته مع سلطن عمان هيثم بن طارق السعيد بمسقط مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل والتوافق أزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية من جهته أشاد سلطان هيثم بن طارق بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعيدة كما أكد سلطان عمان حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أحرة تعازيه لملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين والشعب الأردني في ضحايا حادث انفجار سهريج الغاز في ميناء العقبة داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم زويهم الصبر والسلوان وينعم على الجرح والمصابين بالشفاء العاجل أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصوينة أن الوضع في العقبة تحت السيطرة وأن العمل جار للانتهاء كليا من تداعيات الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وأوضح الخصوينة خلال ترأسه اجتماعا في غرفة العمليات بمحافظة العقبة أنه كلف وزير السحاب بوضع كل الإمكانات بتصرف المستشفيات الموجودة في مدينة العقبة للتعامل مع الحادثة اتهم قادة دول مجموعة السبع روسيا بارتكاب جريمة حرب باستهدفها بضربة صاروخية مركز تسوق وسط أوكرانيا في قصف أوقع في حصيلته الأولية 13 قتيلا على الأقل وقال القادة المجتمعون في قمة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إن الهجمات العشوائية ضد مدنيين أبرياء تشكل جريمة حرب مؤكدين أن مذموعة السبع تدين بشدة الهجوم وتشدد على وجوب محاسبة روسيا دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن ضربات روسية الأخيرة على أهداف مدنية وأوضحت الأمم المتحدة أن الجلسة سوف تعقد اليوم مشيرة إلى أن الضربات الصاروخية التي استهدافت مركزا تجاريا في مدينة كريمونتشوك بوسط أوكرانيا هي المحور الرئيسي للاجتماع أعلن وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لكوغنو أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد من العربات المضرعة وقال لكوغنو أن فرنسا لا تخوض حربا ضد موسكو مشيرا إلى أن روسيا ستكون جارة لأوروبا دائما ولذلك فإن مصالح الأمن المشترك الأوروبي تقضي بوجود موقف طويل الأمد تجاه موسكو قالت السلطات في ولاية ميزوري الأمريكية أن قطارا يقل مئات الركاب خرج عن القطبان في شمل الولاية بعد أن استضم بشاحنة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسين على الأقل وأوضحت السلطات أن ثماني عربات وقاطرتين خرجت عن المسار وأن الاستضام موقع عند معبر غير خاضع للرقابة بدون إشارات ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل